بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الحمد لله رب العالمين نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات قال باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات وذكرنا أن الفتوى في ذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرد لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث ولما اكتهد ابن مسعود رضي الله عنه وذكر هذه الفتوى في من مات عنها زوجها ولم يفرد لها ولم يدخل بها فعلى ذلك قال يحتسب لها مهر المثل وعليها عدة الوفاء ولها ايضا الميراث وذكر لابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك القضاء في بروع بنت واشخ وان زوجها هلال بن مرة الاشجعي كما قضى ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه ثم ايضا ذكر اخر ما تكلم فيه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير النكاح ايصر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح ايصر وذلك لا يكون الا بتخفيف المر وهذا لا يكون الا بتخفيف المر وتيسير امر ذلك الزوج ثم بينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب في خطبة النكاح قال باب في خطبة النكاح قال في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاجى فوزا عظيما فقد فاجى فوزا عظيما كذلك ايضا في رواية اخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشاهد ذكر نحو ما قال قال بعد قوله ورسوله قال ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين دي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ولا يضر الله شيئا فبيذكر هنا في هذه الترجمة خطبة النكاح لما بيتقدم الانسان الى امرأة لكي يتزوج هذه المرأة بيقدم هذه المقدمة يبا بيخطب خطبة الحاجة هذه ما تسمى بخطبة الحاجة يبا نقول قبل البدء والشروع في المطلب الذي يطلبه بيقدم هذه المقدمة ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدين له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم بينطق الشهدتين وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى سلم خطبة الحاجة يبا دا ايضا مما علم النبي صلى سلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يقدمون هذه المقدمة في طلبهم او عند حاجتهم ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا دايما الانسان بيبدأ باستناء وتمجيد ربنا سبحانه وتعالى باستناء على الله تبارك وتعالى وبتمجيد سبحانه وتعالى وايضا بيطلب هذه الاستعانة من رب سبحانه وتعالى على قضاء حاجاته وعلى ايضا ان يوفق الى تلك اضطعات ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وثم بعد ذلك بيّن ان الهداية والادلال بيد الله سبحانه وتعالى من يهديه له فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وفي معذ روايات واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين ادي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ثم بعد ذلك ايضا بينطق بآيات التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا قال عسى ان تكون هذه اللفظة في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه عسى ان تكون هذه اللفظة اثبتت في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الصورة الا فالايات كما هو معلوم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ولكن كان ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر كان يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فعسى ان تكون مثفتة في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الصيغة ولكن معلوم انه في المصاحب الاية كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ثم مع ذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقا تقاتي ولا تموتنا الا انتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاجأ فوزا عظيما قال ايضا في الايات في عظيم المبلغة في اكتناب قطع الرحم وبيان ايضا شأن هذه الرحم ومعلوم ان الله تبارك وتعالى كما بيّننا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكما ايضا بيّنت الايات عظم هذا الامر الهوى صلاة الارحام صلاة الارحام وبالتالي بيّن واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وانا في بداية الايات تتكلم عن النسل وعن ايضا الانسان وكيف تكونت هذه البشرية كلهم يعودون الى ادم عليه السلام يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء وانا لما نرجع كده يبقى اصل هذه البشرية هو في ادم عليه السلام ثم خلق الله تعالى من ادم عليه السلام حواه ثم كان ذلك التناسل والتناكح حتى كانت هذه الصورة لذلك البشر فعودت الجميع دايما الى ادم عليه السلام وبالتالي قال ربنا سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا قلنا لأهمية الرحم وعدم ايضا ونكتنب قطع الرحم لان الله تبارك وتعالى توعد على ذلك وكما ذكر ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يا أيها الذين أمنوا أن تقول الله حق تقاطئ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قلنا هذه الآيات دعية إلى التزام الإنسان بتقوى رب سبحانه وتعالى كل هذه الآيات دعية إلى تقوى رب سبحانه وتعالى أن الإنسان لا بد أن يكون ملازما للتقوى لا بد أن يكون ملازما للتقوى في فعل للواجبات وطرك للمحرمات ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في خطبة الوداع استوص بالنساء خيرة ونادع للقوم استوصوا بالنساء خيرة فكان ذلك التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلمات ودع بها الدنيا في آخر الكلمات التي ودع بها الدنيا فنقول لا يقوم أبدا بذلك الحق إلا من كان ملازما للتقوى لا يقوم بهذا الحق وأداء ذلك الوجب إلا من كان ملازما للتقوى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن العبد لابد أن يكون حريصا أن يكون مستديما ومستمرا على ذلك الدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الاستدامة والاستمرارية على التمسك بذلك الدين حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن معنى الكلام يعني الإنسان لابد أن يكون متمسكا بشرع رب سبحانه وتعالى حتى الممات وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأن الإنسان لابد أن يكون متقل لله تبارك وتعالى سواء في قولي أو كان في فعلي وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا صمرت هذه التقوى يا أيها الذين أمنوا تقول الله وقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد فاز فوزا عظيما فكانت هذه خطبة النكاح أو خطبة الحاجة وأن الإنسان قبل المطلب أو قبل عرض ما يطلب يبقى يقدم هذه المقدمة بين تلك الحاجة ثم ذكروا عن ذلك باب آخر وباب في تزويج الصغار قال باب في تزويج الصغار ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله وأنا بنت سبعة قال سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسعة تقول عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبعة يعني معنى كده أنه عقد عقد النكاح على عائشة رضي الله عنه وقد بلغت ذلك السن سبع سنوات قالت ودخل بي وأنا بنت تسعة ودخل بي وأنا بنت تسعة قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على جواز تزويج البنت البكة الصغيرة نقول هي لم تبلغ بعد وبالتالي لا إذن لها لا إذن لها وقلنا تزويج الصغيرة قبل سن البلوغ نقول هذا لا يتم إلا بولاية الإجبار وولاية الإجبار تكون للأب والجد وولاية الإجبار تكون للأب والجد وأن بتسمى ولاية إجبار وليست ولاية اختيار وأن لأن في ذلك يسقط إذن هذه البنت وأن سبب سقوط إذن هذه البنت أنها لم تصل مع إلى سن البلوغ والتكليف والإذن لا يعتبر إلا لمن وصل إلى سن البلوغ لا يعتبر إلا لمن وصل إلى سن البلوغ ففي الرواية كما يقول إمامنا رحمه الله أجمع المسلمون أجمع المسلمون على جواز تزويج بنته البكر الصغيرة هذا حديث قالوا إذا بلغت فلا خيار لها في فسخي عند مالك والشفعي وأسير فقائي الحجاز وقال البعض لها الخيار إذا بلغت قالوا لها الخيار إذا بلغت قلنا معنى كلام إنها بتزوج ولما تصل إلى سن البلوغ عند ذلك قالوا لها الخيار تختار إما الفسخ وإما إمضاء ذلك العقد إما إمضاء ذلك النكاح وإما الفسخ كأن هذا الخيار قلنا كنتيجة أنها لم تصل بعد إلى سن البلوغ فلا خيار لها لما تصل لسن البلوغ يا طرى حينشأ لها الاختيار ولا عند ذلك لا خيار لها لأن الخيار حيعتبر من بداية الزواج وبالتالي جانب العلماء قالوا أنه لا خيار لها إذا بلغت إلى سن التكليف لما تزوج هذه الفتاة بولاية الإجبار لما تزوج كده صغيرة وبالتالي يا طرى لما تصل إلى سن البلوغ هل لا الحق أنها يعني كلها رأي في هذا الأمر ولا حق هذه المرأة قد سقط تماما كنتيجة أنها لا خيار لها عندما كانت صغيرة لإذن لها وأن الأب كان له ولاية الإجبار وأن ولاية الإجبار على الساسة أنه يتخيل لها ما يعني الزوج المناسب وبالتالي يمضي ذلك العقل دون الرجوع إلى البنت وأنها مش هنرجع لها لأنها صغيرة وأن هذه الصغيرة لا إذن لها يعتبر لا إذن لها يعتبر فعلى ذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوجها وهي بنت سبع سنين ويبنى بها وهي بنت تسع سنين طبعا قلنا لما يبني الرجل بالمرأة دون أن تصل إلى سن البلوغ يبقى نقول بشرط أن تكون متحملة لذلك الأمر أن تتحمل الوطف بشرط أنه يكون بدن هذه البنت نقول يتحمل الوطف إلا لو كان بدن هذه البنت نقول لا يتحمل الوطف عند ذلك لا نعرضها إلى ذلك الأمر حتى لا تتعرض إلى الخطر حتى لا تتعرض إلى الخطر يبقى نقول أن البنت حيُعقد عليها نقول في سن ما فيش سن أساسا محدد قلشوا الله عندي سن ست عشر سنة أو سمع عشر سنة لا نقول البنت يُعقد عليها حتى لو كانت صغيرة حتى لو كانت صغيرة ولا يبنى بها إلا إن كانت وصلت إلى سن البلوغ أو لو كان دون سن البلوغ أن تكون بدن هذه البنت يتحمل وطء الرديو يتحمل ذلك الوطء وقلنا أن البنت تزوج صغيرة يبقى نقول ده سيكون عن طريق الأب أو الجد الأب الأعلى يبقى دول اللهم حق ولاية الإجبار أما لو كانت صغيرة ونقول لم يكن ولي هذه البنت والأب أو الجد نتيجة عدم وجود الأب والجد عند ذلك نقول لا تزوج بولاية الإجبار لا تزوج بولاية الإجبار لا تزوج إلا بولاية الاختيار وإن معناها لها الحق في ذلك الإذن طالما هي لا تستأذن إلا إذا وصل إلى سن البلوغ يبقى عند ذلك لا يعقد عليها إلا لما تصل إلى سن البلوغ لأن إذن هذه المرأة يعتبر في ذلك الأمر ولا يسقط قلنا لأن الشقوط سيكون بولاية الإجبار وانعدم الأب وانعدم الجد فعند ذلك لا يكون لبولاية الإختيار وبالتالي الأمر ده سيطبق على الأب والجد دون غيرهما يبقى بها في تزوج الصغار يبقى جواز أن نزوج البنت البكر الصغيرة يبقى جواز أن نزوج البنت البكر الصغيرة قلنا لو كانت ثيبة يبقى لا تزوج إلا أن تستأمر لازم إذن هذه الثيب فلو كانت دون سن البلوغ يبقى بننتظر حتى البلوغ ثم تستأمر في ذلك وكذلك أيضا البلغة الكبيرة قلنا قبل ذلك أنها على اختلاف بين علماء البعض قال أن الأب له ولاية الإجبار على البكر سواء كانت صغيرة أو بالغة والبعض قال أنه لا ولاية إجبار للأب على البكر البلغة ولكن ولاية الإجبار قلنا اتفاق العلماء على البكر الصغيرة لأنه لا يوجد خلاف بالعلماء أن الأب له ولاية الإجبار على الصغيرة البكر لكن نقول يا ترى كل القضية في البلغة البكر كبيرة بعض العلماء قالوا الأب أيضا ولاية الإجبار ما زالت سرية وكأن إذن هذه البلغة البكر نقول من باب تطيب النفس من باب يستحب من باب تطيب النفس والجانب آخر قالوا أن هي ولاية الإجبار تكون في السن دون سن البلغ على البكر فقط إن وصلت إلى سن البلغ كانت ولاية الإختيار عند ذلك وقلنا أيضا لو كانت ثيبا يبدأ الثيب لا بد أن تستأمر وأن الأب ليس له ولاية إجبار على الثيب الصغيرة والثيب نقول سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا بد أن تستأمر فإن كانت صغيرة من أنتظر حتى سن البلغ حتى تستأمر حتى تتكلم بذلك الإذن صراحة وأيضا نقول أن يترى لما يزوج الأب الصغيرة البكر في بلاية الإجبار هل يترى لما تصل سن البلغ نقول حقها سقط بذلك ولا خيار لها ولا لا خيار غالب العلماء قالوا لا خيار لها لا خيار لها غير أنه قال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت يعني في أن هي طمد ذلك النكاح أو أن هي تقوم بفسخ ذلك النكاح ولكن طبعا ولاية الإجبار للأب وبالتالي هسقط خيار هذه البن قال ما في المقام عند البكر يترى لما تزوج الإنسان المرأة كانت بكرا كم من العدد الأيام أو الليالي يمكس فيها عند هذه المرأة كلام ده طبعا لما يكون متزوج بأمرأة أخرى يبقى رجل متزوج وحتزوج المرأة أو الزوجة الثانية يبقى لو كانت بكرا لها حقوق يترى كم من هذه الليالي يمكس عندها قبل بعد ذلك الشروع في القسم بين الزوجات قال باب في المقام عند البكر ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي يبقى بيذكر هنا بيبين أن هناك فرق بين المقام عند البكر وعند الثيب هذا الكلام طبعا بينطبق على لو كان الرجل متزوج بأخرى يتزوج بأخرى فعلى ذلك لما يتزوج بأخرى يبقى نقول عندما يتزوج المرأة الثانية إن كانت بكرا يبقى حيمكس عندها سبع ليالي وبعد كده يعود في القسم بين الزوجات ولو كانت سيبا حيمكس عندها ثلاثة ليالي ثم يعود بعد ذلك في القسم بين الزوجات فذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا يعني ما كان ثلاثة ليالي كده وبعد كده شرح في القسم بين الزوجات ثم قال ليس بك أو لك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي يبقى هذا الكلام يبقى نقول حق الثيب أن يمكس عندها الرجل عندما يبني بها هذه ليالي الثلاثة يبقى وبعد كده يبدأ في التقسيم ولو كانت بكرا يبقى حيمكس عندها سبع ليالي وبعد كده يبقى حيعود في التقسيم كلام ده نقول ينطبق لما يكون متزوج بامراء أخرى بامراء أخرى يبقى الفرمة بين البكر والثيب قلنا لأن البكر تحتاج إلى الأنص أكثر من الثيب قلنا لأن الثيب صاحب التجربة صاحب التجربة فينكس عندها قلنا لإزالة الوحشة بينه وبين زوجي أما البكر فتحتاج إلى أزالة الوحشة وكذلك أيضا نقول أنه في الاستئناس أنها تحتاج أيضا إلى الاستئناس قلنا وكأن أزالة الوحشة عند البكر تحتاج إلى مدة أكبر من المدة التي تحتاجها تلك المرأة السيب لأن السيب صاحب التجربة ومضى قبل ذلك أنها تزوجت بآخر فينكس عندها ثلاثا وينكس عندها البكر سبعا ثم بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لو مكس عند الثيب ترى سبعا كيف يكون الصنع لو مكس عند الثيب سبعا واجب عليه أن يمكس عند كل ذوجة سبعا يبقى كأن كده لو عد هذه الفطرة يبقى عند ذلك وكأنه أسقط ذلك الحق يبقى حيسقط الحق للثيب أن يمكس عندها ثلاثا ثم يعود في القسم لو مكس عندها سبعا فخيارها بين هذين الأمرين إما نمكس عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يدور على زوجاته وإما أنه لو مكس عندها سبعا لمكس عند كل زوجة سبعا يبقى ده حكم وكأن هذا الحق حيسقط بزيادة تلك المدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال انشئتي سبعت لك وانسبعت لك سبعت لنسائي يبقى كأن حقها في الثلاثة الأول يبقى مضى نقول له والله طيب ما هو لو مكس سبعة هي ليه حق في ثلاثة ويبقى هيمكس عند كل زوجة أربعة لا كأن ذلك الحكم يمكس ثلاثة فقط ثم يعود للقسم فإن كان هناك مكس مدة أطول من ذلك سبعة ليالي يبقى حيطالب أن يمكس هذه ليالي السبعة عند كل زوجة عند كل زوجة يبقى كأن هذا الحق الأول هو ثلاثة ليالي يبقى حيسقط بالنسبة للسيب إن سبع عليها فوجب عليها أن يسبع لكل زوجة من زوجاتي كل زوجة من نساء يبقى نقول كده لو كان هذا الرجل متزوج بامرأة ثم تزوج سيبا نقول عند ذلك حيمكس عندها هذه الليالي الثلاثة وبعد كده يعود للتقسين يبقى الله ليلة وليلة يبقى ده أساسا لو طبق ذلك الكلام لو هي أرادت قالت أن هي أرادت أن يطيل معها المدة إلى سبع ليالي فلو مكث عندها سبع ليالي لمكث عند أولى بعد ذلك سبع ليالي يبقى إن في الحالة دهيت هذه الليالي الثلاثة الأول أسقطت هذه المرأة ذلك الحق لها فيها لما يصل إلى سبع ليالي أنه مطالب يمكث عند كل أمرأة من نساء هذه الليالي السبع كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية صفية بنت حياية رضي الله عنه رضي الله عنه أقام عندها ثلاثا قال زاد عثمان وكانت ثيبة وكانت ثيبة يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أي صفية بنت حيية رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبة يبقى أقام عندها ثلاثا عرص بها ثلاثا وكانت ثيبة يبقى ده حق الثيب أن الزوج يمكث عندها هذه الآلة الثلاثة ثم أشرع بعد ذلك في القسم وأن هذا الكلام بينطبق على الرجل الذي يكون له زوجة أخرى الذي يكون له زوجة أخرى قاله وفي الحديث دلع أن الزوج إذا تعدى سبع للبكر والثلاثة الثيب بطل الإيصار واجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر يبقى البكر لها سبع ليالي نقول والله لو هو مكث أكثر من ذلك أكثر من ذلك يبقى حيعود يبقى عدد هذه اليالي يمكث عند كل زوجة يبقى هذه البكر لها الحق في سبع ليالي نقول لو عدى هذه اليالي عندها مكث مثلا أكثر من سبع ليالي يبقى يطالب أنه يمكث عند كل زوجة بعدد هذه الأيام التي مكث فيها أو مكث فيها عند هذه الزوجة سواء كانت سيبا أو كانت بكرا يبقى لو تعدى الحد المنصوص عنه يبقى حيعود لا نعود للقسم ولكن يعود لإمضاء هذه المدة بأكملها عند كل زوجة من زوجاته قال دي لعلن الزوج إذا تعدى السابع للبكر والثلاث الثيب بطل الإيثار يبقى نقول الحق الزائد ليس له حق زائد كده واجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصف الثيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة الأم سلمة رضي الله إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء طب يا طرف البكر لو تعدى سبع ليالي يبقى نقول يطالب أيضا أن ينقذ هذه الفطرة بأكملها عند كل زوجة من زوجات قلنا النص ورد في الثيب ويقاس على ذلك مسألة البكر قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب أقام عندها سلاسة قال ولقلت إنه رفع ولا صدق ولكنه قال السنة كذلك قال أنس بن مالك السنة كذلك وقول الصحابي لما يقول السنة بكذا أو السنة كذا يبقى هذا له حكم المرفوع لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي ما يدرش يقول إن دا من السنة إلا عنده الدليل الدامق أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبالتالي قول الصحابي من السنة كذا يبقى له حكم المرفوع له حكم المرفوع قلنا لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول ولا يفتأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا معنى الكلام إنه مش ممكن أبداً صحابي يتجرى وينسب شيء للسنة هذه ليست من السنة شو ممكن أبداً نقول تقوى وورع الصحابة رضي الله عنهم يمنعهم من ذلك فالصحابة عدول زكاهم ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي لو قال الصحابي من السنة كذا يبقى له حكم المرفوع له حكم المرفوع ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال للحجاج لما كان خرج عبد الله بن عمر مع حجاج وكان أمير للحج قال إذا ردت السنة فالآن لأن هذا وقت الدخول إلى عرفات لما زالت الشمس قال إذا ردت السنة الآن يبقى كلمة السنة لو نطق بها الصحابي يبقى عند ذلك نقول هذا له حكم الرفع هذا لا حكم الرفع قلنا الآن الصحابة رضي الله عنه عدول ولا يفتأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرؤون أن ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتكلم به لا يكترؤون على أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتكلم به فلذلك هذا لا حكم مرفوع قال عناس ابن مالك رضي الله عنه إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة البعض عنده إشكالية في مسالة لما يتزوج البكر كده بيمكس هذه الآلة السبعة في بيتي ويطرق صلاة الجماعة يعني غالب الأحوال ده الفتوى المنتشرة يعني هذه فتوى منتشرة بين معظم الناس إنه لو تزوج البكر يمكس عندها سبعة بيظن كده يبقى السمع نهيت يبقى نقول يصلي في بيته وبالتالي يسقط عنه صلاة الجماعة قلنا ده أساسا حكم يعني دائر ما بين الناس هذا حكم دائر من الناس نقول يبقى يمكس عندها سبعة ده في التقسيم يعني عشان بينه وبينه لو تزوج هذه البكر على الثيب فعند ذلك نقول يمكس عندها سبع ليالي وبعد كده يعود للقصر لكن لا ينقطع أبدا عن صلاة الجماعة فهذه ليست من الأعذار المعتبرة لانقطاع الإنسان عن صلاة الجماعة مش من الأعذار المعتبرة لكن ده نقول فتوى دائرة من الناس يظن كده أنه ليه سبع أيام والسبع أيام ده هي تسقط عنه صلاة الجماعة نقول طبعا ده يعني فتوى بتتداول بين الناس وكل ده كلام خطأ فهذه ليست من الأعذار المعتبرة لانقطاع أو سقوط صلاة الجماعة عن من تزوجها سواء كان ببكر أو بثيب سواء كان ببكر أو بثيب لكن الكلام ده هو نقوله المدة اللي حمكسها عند البكر لو تزوج البكر على الثيب أو المدة حمكسها عند الثيب لو كانت هي الزوجة الثانية يبقى لو تزوج البكر أساسا يبقى الزوجة الثانية كانت بكرا نقول لك أن تمكس عندها هذه الليلة السمعة ثم تعود في القسم بعد كده الليلة وليلة لو تزوج المرأة الثانية كانت ثيبا نقول تمكس عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يعود القسم ليلة وليلة هذه معنى الكلام لكن ليست هي بعذر لإسقاط صلاة الجماعة كما يفعل البعض لكن نقوله في صلاة الجماعة يصلي قالوا منهم لا يصلي النوافر إلا في بيت ولا يمكس لدرس علم يبقى في الحالة دي لا يمكس الكلام ده طبعا لما يكون يعني تزوج البكر على السيب تزوج البكر على السيب لكن هو لو تزوج بكر فقط تزوج امرأة واحدة فقط ما هو أجالس عندها كل الليالي فعلى ذلك ما نقولش تخصيص السبعة بإيه تخصيص لازم ياخد أجالس السبعة تيام ويمكس عندها قد يكون في أعمال تسمح له بالخروج في ذلك التوقيت يبقى على ذلك ده كلام ده يستحب أن يمكس هذه السبعة عند البكر لو كانت هي منفاردة ونقول يجب لو كان هذه الزوجة الثانية يبقى لو كان الزوجة ثانية يبقى التطبيق ده واجب عليه لو كان أساسا ده كان الزوجة الأولى يبقى هو لا يجب لكن يستحب في حق يستحب قلنا عشان يزيل الوحشة وكذلك حتى تستشعب ذلك الأنس وحتى يكون الرابطة والمودة والألفة بين الزوجين هذا أدعى لذلك الأنس ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب في الرجل يدخل بمرأة قبل أن ينقذها شيئا بل في الرجل يدخل بمرأة قبل أن ينقذها شيئا طبعا الأصل كده أن الإنسان بيسمي مهرا للمرأة بيسمي مهرا للمرأة وأن المرأة لها الحق ألا تسلم نفسها الرجل أن يستمتع بها إلا بعد أن يضع في يدها وأن تحلت اليد يضع في يدها ذلك المهر المطلوب نقول يبقى فيه مهر آجل وفيه مهر عاجل المهر العاجل ده نقول للمرأة لا الحق ألا تسلم نفسها للزوج الاستمتاع بها إلا لما ينقذها ذلك المهر إما يعطيها المهر دهوت أساسا إلا أن كانت طبعا هنا أجازت له ذلك الأمر أجازت له هذا الأمر وأن يبقى رجل عقد النكاح أو هذه المرأة لها على ذلك الرجل ألف جنيه يبقى ده كما ألف جنيه مهرا فعند ذلك لها المرأة تستلم يبقى تمنع نفسها عنه لغاية لما ينقذها ذلك المهر أو أن هي أجازت أنه أساسا يستمتع بها وبعد ذلك ينقذها ذلك المهر في أي توقيت يبقى كأنه بالضبط كده أقراضته المبلغ دهوت فأصبح دين فأصبح دين نقول يبقى ده حق المرأة لكن المرأة لا تجبر أن تسلم نفسها لذلك الزوج ونقول أنه لم يدفع لها المهر العاجل الآجل طبعا لا وأنه لأن الآجل ده جرى العرف أنه لا يدفع إلا لأحد الأجلين إما الطلاق وإما الموت إما الطلاق وإلا الموت يبقى على ذلك نقول الصداق اللي هو المؤخر الصداق البعض يظن كده أنه مؤخر الصداق دهوت يبقى أنه مش مهر لا ده هو مهر بس مهر آجل فالمهر بيقسم إلى جزئين عاجل وآجل عاجل وآجل البعض يظن أن المهر الآجل ده ده مش مهر أو لا ده هو مهر أساسا يبقى جزء عاجل وجزء آجل وبالتالي ساعات البعض كده بيبقى عنده نوع من أنواع التسيب في المبلغ اللي هو هيوقد عليه كمؤخر صداق لو الله يكتب عشر تلاف ماشي يكتب عشرين ألف ماشي فعلى ذلك نقول لا يعني كتابة تكون بالمقدار الذي لابد أن توفيه إن كان طلاق أو كان موت يوفى من التاركة يبقى لما يموت الزوج أول أمر من يفعله المرأة دي لها مؤخر صداق ده دين فلابد أن يدفع لها لشان كده هذا المال إمتى بيدفع في أحد الأجلين إما بالطلاق لو طلق الرجل المرأة وإما أن يكون بالوفاة وفاة المرأة وفاة الرجل يبقى لو توفعت المرأة نقول لها حق أساسا لأنه سيبقى فيه مراث الزوج دهوت أساسا له نصف مراث المرأة دهية لو لم يكن لها ولد وإن كان لها ولد له ربع التاركة فلابد أن نحن نقوم بتجميع ما تستحق هذه المرأة ثم يقوم ثم مع ذلك سيقسم كتاركة يقسم كتاركة يبقى لو كانت امرأة توفيت عن زوجها يبقى نقول الله المرأة ده عندها ذهب عندها ملبس نقول عندها أيضا مؤخر صداق المستحق على ذلك الزوج يبقى الزوج يدفع ذلك المستحق عليه كمؤخر صداق يقولنا بيتم تجميع كل ما تستحقه هذه المرأة كل ما هو كان في ملك هذه المرأة ثم مع ذلك يقسم كميراث يبقى سواء الزوجة توفيت قبل الزوجة أو الزوجة توفيت قبل الزوجة يبقى لها ذلك المؤخر هذا دين فيه انشغلت به ذمة الزوج لكن أجله إمتى نقول مع الطلاق أو مع الوفاء مع الطلاق أو مع الوفاء فنقول المرأة لها هذا الحق العاجل المهر العاجل فالمهر العاجل ده نقول يبقى هذا حق المرأة ألا تسلم نفسها للزوج لكي يستمتع بها إلا بعد دفع ذلك المهر العاجل إلا أن هي أجازت يبقى قالت يعني حتسلم نفسها لها الحق حتى لو لم تنقذ ذلك المن حتى لو لم يعطيها ذلك المن هذا حقها يبقى نقول مخيرة بين الأمري فقال باب في الرجل يدخل بمرأة قبل أن انقذها شيئا ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية قال أين درعك الحطمية الحطمية فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه أعطيها شيئا قال ما عندي شيء فعلى ذلك أمره النبي صلى الله عليه أن ينقذها ذلك الدرع أن ينقذها ذلك الدرع طبعا لقيمة أي شيء يتمول بالشرط أساسا أن المهر ده يكون في صورة نقود فلوس بالشرط لكن قد يقوم في أي صورة صورة أي عرض يبقى أن يقول والله في صورة أي شيء ممكن يكون والله في صورة وهب لها المهر بتاحها شأن المهر بتاحها مثلا سيارة المهر بتاحها كذا أي صورة المهر بتاحها يقولها في صورة مثلا ذهب المهر بتاحها يعطيها في صورة كذا في أي صورة من الصور يبقى ده مهر هذا المهر المهر ده قلنا هيعطى في صورة كذا في صورة كذا هذا مهر يبقى ده المهر أساسا مشترط المهر ده يبقى مال كل ده مال يبقى أي شيء متمول يقيم كده يبقى ده مال نقول والله الكسد ده هو مهرها كان الكسد ده مال برضك ده مال يبقى أي شيء نقول والله حيديها مصنف مصنفات يبقى ده مال تلم أنهم اتفق على أن يكون ذلك مهرا فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين درعك الحطمية فقال علي بن أبي طالب رضي العنو لما تزوج فاطمة قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعطيها شيئا قال ما عندي شيء فقال أن يدرعك يبقى يعطيها حتى لو كانت درع كمهر لها حتى تخلي بينها وبين زوجها حتى يستمتع بها كذلك أيضا في رواية أخرى قال أن علي رضي العنو لما تزوج فاطمة بنت رسول الله أي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال الرسول ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها درعك فأعطاه درعه ثم دخل بها قال المحقق أنها رواية ضعيفة ولكن نقول هذه الرواية الأولى كانت رواية من باب الحسن الصحيح فرواية طبعا هيعمل خلالها أنه قال أين درعك الحطمية فكذلك أيضا في هذه الرواية أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يعطيها شيئا يعطيها أي شيء تحلة اليد وأن أي شيء تحلة اليد حتى تخلي بين زوجها بينها وبنفسها حتى أن يستمتع بها فقال رسول الله ليس لي شيء أن الصحابة رضي الله عنه في قلة الصحابة رضي الله عنه في قلة في قلة وكان في ضيق من العيش ولكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنه لم يصلوا إلى هذه المرتبة إلا بتطبيقهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى ومع ذلك نقول ما أيصر ذلك الزواج في المهر وكذلك أيضا في الأساس الذي يؤسس به ذلك البيت فقال اعطيها درعك فأعطيها درعه ثم دخل بها قال فيه دليل لمن قال أنه يجزد امتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مرها وكذلك المرأة امتناع حتى يسمي الزوج مهرها يبقى فيه دليل لمن قال أنه يجزد امتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها وأيضا كذلك المرأة امتناع حتى يسمي الزوج مهرها يبقى فين المهر وبالتالي ينقضها ذلك المهر إن تنزلت وإنه ممكن تتنازل المهر بأكمله ممكن تتنازل عن قبض المهر تتنازل كده يبقى خلاص نقول لها ألف جنيه في ذم ذلك الرجل يبقى حولت المبلغ يبقى إلى دين في ذمتي فقبلت ذلك الأمر فلاها عند ذلك ألا تمتناع ونقول لما تسلم نفسها عند ذلك أسقطت ذلك الحق نقول لهم شيء حق هذا ضاع عليها ولكن أسقطت ذلك الحق أنها لها الحق أن تمتنع طالما لم تنقض ذلك المهر العاجل ولكن نقول لما أسقطت حقها فليس لها الرجوع بعد ذلك أسقطت حقها في النهاء سلمت نفسها للزوج حتى يستمتع بها وجعل ذلك المطلوب اللي هو المهر يقول دينا في ذمتي يبقى عند ذلك ليس لها حق بأنها تمتنع بعد ذلك ليس لها حق أنها تمتنع عسل أنه لم يسلم ذلك الشيء نقول لا هي لما سلمت نفسها يبقى وكأنها قبلت هذا الأمر قبلت أن يحول ذلك المهر إلى دين في ذمتي فليس لها حق أنها تمتنع مرة ثانية وتقول أنه لم يسلم لها المهر طالما سلمت نفسها يبقى نقول عند ذلك ليس لها حق أن تمتنع حقها كم من الأول ولكن لما سلمت سقط ذلك الحق في الامتناع وبقي ذلك ماركة دين في رقب ذلك الزوج لما أن مرأة قد قبلت بذلك الأمر قال أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا قالت عائشة رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا ولكن قال المحقق أنها ضعيفة ثم ذكر رواية عن عمرو شعي عن أبيه عن جد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأتي نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فولها وما كان بعد عصمة النكاح فولها لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته مسألة الصداق وهل يترى الولي له الحق أن يشترد لنفسه مالا ولا هذا المهر يطفع بأكمله إلى البنت يبقى نقول أن الولي نقول عشان يزوج هذه البنت ممكن يشترد لنفسه مالا على الزوج غير المهر الذي يصحقه هذه المرأة ولا هو الاتفاق يكون على المهر فقط وأنا حق لغيرها في أن يأخذ مالا يعني لا حق لذلك ولي أن يأخذ مالا قلنا غير ما ذلك المهر الذي يعطى إلى المرأة نرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القادر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر